السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء الكتريك هذه الحلقة هي الجزء الثاني للحلقة الماضية والتي شاهدنا فيها كيفية تصميم أو إنشاء لوحة الحماية الكهربائية من الصفر في الجزء الأول شاهدنا كيفية إنشاء وتصميم لوحة الحماية الكهربائية وانطلقنا من توزيع وتوصيل القواطع الفرعية الخاصة بالمقابس أو البريزات يعني في الجزء الأول في هذه الحلقة سنشاهد توزيع وتوصيل القواطع الفرعية الخاصة بدوائر الإنارة حتى لا أطيل عليكم كل الحلقات المرتبطة بالشرح ستجدونها في الوصف أو في شاشة نهاية هذا الفيديو نرفع فاصل القناة وندخل بعد ذلك في الشرح بسم الله الرحمن الرحيم كما تشاهدون أمامكم هذه هي الحالة أو الوضعية التي وصلنا إليها في حلقة الجزء الأول قمنا بالانتهاء من البريزات أو المقابس باستثناء المطبخ الذي قلنا أننا سنتركه إلى الأخير أو لحلقة أخرى الآن سنقوم بتوصيل الحماية الكهربائية لدوائر الإنارة لكننا سنتمد على طريقة العكس في القاطع التفاضلي كيف هذا اليك سأشرح لكم لاحظوا جيدا في القاطع التفاضلي الأول توجد لدينا بريزات الغرفة أو الوحدة رقم 1 و 2 و 5 حسن جدا إذا أردنا أن نقوم بوضع حماية كربائية لدوائر الإنارة للغرفة 1 و 2 و 5 سنقوم بتوصيلها مع القاطع التفاضلي الثاني يعني عكس البريزات التي توجد في القاطع التفاضلي الأول لماذا نقوم بهذه العملية؟ حتى إذا فصل القاطع التفاضلي الأول أو أحد القواطع التفاضلية لا يفصل الكهرباء على كامل الغرفة تماما يعني إذا فصل القاطع التفاضلي سيفصل على بريزات لأحد الغرف والإنارة لغرف أخرى أي أننا لا نريد أن نضع الإنارة والبريزات لنفس الغرفة في قاطع تفاضلي واحد حتى نتجنب الفصل الكلي أو الشبه كلي الذي يتعارض مع مبدأ الانتقائية في الحماية الكهربائية الذي شاهدناه في هذه الحلقة إذن سنبدأ على بركة الله بريز أو مقبس الغرفة رقم واحد وضعناه في القاطع التفاضلي الأول إذن سنضع حماية الإنارة للغرفة رقم واحد أي قاطع حراري مغناطيسي سي عشر أمبير مع القاطع التفاضلي الثاني الغرفة رقم اثنان حماية البريزة توجد مع القاطع التفاضلي الأول أيضا حماية الإنارة سنضعه مع القاطع التفاضل الثاني الغرفة رقم ثلاثة لاحظوا جيدا حماية البريزة توجد مع القاطع التفاضل الثاني إذن سنقوم بتوصيل حماية الإنارة مع القاطع التفاضل الأول عكسه دير عكسه تماما الغرفة رقم أربعة حماية البريزة توجد مع القاطع التفاضل الثاني إذن عكسها أيضا حماية الإنارة تود مع القاطع التفاضل الأول الغرفة رقم خمسة حماية البريزة توجد مع القاطع التفاضل الأول إذن حماية الإنارة مع القاطع التفاضلي الثاني الغرفة رقم 6 المكيف وضعناها مع القاطع التفاضلي الأول وحماية البرزات وضعناها مع القاطع التفاضلي الثاني يعني أن حماية الإنارة يستحسن وضعها مع القاطع التفاضلي الأول يعني نحن نركز في عملية العكس على التركيبات التي تحتوي أو تضم العديد من البرزات انتبهوا لقد وصلنا إلى سبع قواطع حرارية مغناطيسية لكل قاطع تفاضلي أي بقي لنا فقط أن نضيف قاطع فرع واحد مع كل قاطع تفاضلي لنصل للحد المسموح به وهو تمانية قواطع فرعية لكل قاطع تفاضلي لاحظوا مخطط المنزل بقي لنا إنارة الغرفة رقم سبعة أي مكان الأكل وتمانية أي المطبخ وتسعة أي الرواق بين الغرف سنجمع الإنارة سبعة وتسعة أي غرفة الأكل والرواق في حماية حرارية مغناطيسية واحد لكن يجب أن لا يزيد عدد المصابح عن تمانية في هذا المجموع وسنضع قاطع سع عشرة مع القاطع التفاضلي الأول لأن بريزات غرفة الأكل يوجد مع القاطع التفاضلي الثاني أما غرفة أما الرواق لا يوجد في أي بريزات لذلك سنعتمد على بريزات الغرفة رقم سبعة بقي لنا فقط دوائر إنارة المطبخ أي تمانية مع القاطع التفاضلي الثاني أكد انتهينا من دوائر الإنارة والبريزة لهذه الشقة يعني عملية توزيع القواطع الحرارية المغناطيسية هي أهم شيء في الجزء الأول والجزء الثاني لكي تعرفوا الطريقة فقط كما ترحضون أمامكم لم ننتهي بعد ولازال هناك المطبخ الذي سنشاهده في الجزء الثالث والذي سنستعمل فيه حماية الفاصل التفاضلي أي أننا سنجمع الحماية الحرارية المغناطيسية والحماية التفاضلية في جهات حماية واحد لأن أغلبية الأجهزة التي لديها احتمالية كبيرة للتسريب الكهربائي أو السعق الكهربائي توجد في المنزل لذلك سنستعمل الفواصل التفاضلية التي سنشاهدها في الجزء الثالث ولازال هناك الجزء الرابع الذي سنحدد فيه قيم القواطع التفاضلية وسنحدد فيه قيم أمبير الفاصل الرئيسي وسأناقش معكم حتى أقطار الأسلاك ليكون جزء الرابع هو مدخل في شرح الطريقة الثانية التي نحدد فيها قيم أو عيار القاطع التفاضلي التي كنت قد شرحته سابقا الطريقة الأولى في هذه الحلقة إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر